السلام عليكم أنا فاعل خير وشوفوا أرواحكم إذا على بالكم بهذا الشي ولا راح تقولوا سبحان الله هذه الجاردة الرسمية للمملكة المغربي وهذا العدد 6539 مكرر إذا لقيت ظاهير شريف يحمل توقية محمد سيد شخصيا راح تقولوا اش قال الملك هذا كو ما لا أقرأ معايا يعلموا من ظاهيرنا الشريف هذا أننا بناء على ثلاث حويج الأولى القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي والثانية القانون رقم 1701 الموافق على تأسيس الاتحاد الأفريقي والثالث محظر إيداع وثائق نظمام المملكة المغربية للاتحاد الأفريقي بناء على هذا في ثلاثة يأمر محمد سيدس بنشر القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي اعترافا به واللي نقرأ فيه ما يلي نحن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية اللي هما رئيس الجزائر ورئيس أنغولا والبنين وروح معها حتى تقرأ كل رؤساء الدول الأفريقية صح هذه أنا ما عرفتش نقرأها ممكن تقرأ معايا رئيس الجمهورية العربية السحراوية الديمقراطية يا خيرك يا رب يهو محمد سيدس يعترف الجريدة الرسمية برئيس الجمهورية العربية السحراوية الديمقراطية بالمناسبة يا الخاوة محمد سيدس لما انشر هذا الظهير رهو ألزم نفسه بواحد المادة والبند اللي هي المادة الرابعة ومكتوب فيها حرفيا احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال يعني المملكة المغربية بالضمامها الاتحاد الأفريقي رهي ألزمت نفسها بقانونه الداخلي وراهي ألزمت نفسها بهذه المادة كل دولة تحترم حدودها عند نيل استقلالها هذه معلومة 10 دراها ما نجب تلك بلاش وذرك نبدوها من تحت ونجو طلعي إخي ما ينشر في الجريدة الرسمية للدولة هو أعلى درجات الرسمية ولا الشرعية في القرارات وفي تحمل المسؤوليات أيضا خاصة أنه محمد سيدس قبل ما ينشر هذا الظهير صرح قائلا أنه المغرب يتجه اليوم بكل عزم ووضوح نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية ومواصلة تحمل مسؤولياته بكل اقتناع يعني كي حاب ينضم للاتحاد الافريقي قالوا له هاي شروط الاتحاد وقع عليها واعتمدها وجعلها رسمية معتمدة في بلادك بما في ذلك الاعتراف بدولة الصحراء الغربية ورئيسها وأيضا البند اللي شفناه احترام الحدود القائمة عند الاستقلال وإحنا كامل نعرف حدود المروقع عند الاستقلال هذه يعرفها القاسي والداني وبالتالي أن المملكة المغربية رأيت اعترف في جريدتها الرسمية بأنها تحترم حدودها القائمة عند نيل استقلالها وأنها تعترف رسميا برئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وذلك في ظهير يحمل اسم المالك محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف واضحة وبالتالي أنت كمواطن في المملكة المغربية أنت ملزم بحجم الاثنين إما ما تزيدش تحشم روحك بإنكار الصحراء الغربية وإلا تسمى تكذب في محمد السادس أو أنك تقول أنا لا أعترف بالصحراء الغربية وليذهب قرار محمد السادس إلى الجحيم هذه حلوها بيناتكم أنا فعل خير برك يعني نحب المطالعة الجهرية لأكثر ولا أقل أما الحسن الثاني صاحب فكرة المسيرة الخضراء وصاحب فكرة الصحراء كلها مغربية حتى القويرة تتوقع زعمة أنه قال الموريطانيين والجزيريين هيندقسموا الصحراء وكل واحد يدي الطرف ولا هذيك إشاعة طبعا رأيش في المغرب أنها إشاعة وأنه الحقيقة عمر ولا فرت في شبر من الصحراء لأنه هو اللي يسمىها الصحراء المغربية إما لا هذا الحسن الثاني شخصيا نلقوه خلى أيضا وثيقة تحمل توقيعه فالجريدة الرسمية للمملكة وأنه تعرفوني ما نخبش عليكم هذه الجريدة الرسمية للمملكة المغربية العدد 3311 مكرر بتاريخ 16 أفريل 76 وهذا ظهير شريف رقم 380 76 الصادر من طرف الحسن الثاني أخي هذا هو الحسن الثاني أم لا؟ هذه الجريدة الرسمية للدولة المغربية هذه إما لعنهناء الاتفاقية المتعلقة بتخقيط حدود الدولة بين الجمهورية الإسلامية الموريطانية والمملكة المغربية الفصل الأول توصل الطرفان المتعاقدان الساميان إلى اتفاق مشترك ينص على أن حدود الدولة بين الجمهورية الإسلامية الموريطانية والمملكة المغربية يرسمها الخط المستقيم الذي يبتدئ من نقطة التقاء الشاطئ الأطلسي مع خط العرض الشمالي 24 والذي يتجه إلى نقطة الالتقاء بين خط العرض الشمالي 23 وخط الطول الغربي 13 وبهن نفهم هذه الخلوطة لازم نغير نحل الخريطة ونفعل شبكة خطوط الطول والعرض ونعين هذه النقطة اللي هي نقطة التقاء الشاطئ الأطلسي مع خط العرض الشمالي 24 ونزيد ونعين هذه النقطة اللي هي نقطة التقاء بين خط العرض الشمالي 23 وخط الطول الغربي 13 كما في معاهدة الحدود نرسمه بيناتهم سطر ورح نلقو الحدود الرسمية للمملكة المغربية مع موريطانيا وكن طلعوا الحدود الحالية تلقى المفاجأة أو تلقى القويرة بعيدة على هذا الحد بـ 400 كيلومتر بما أنه هذا الواثيقة رسمية ملكية بما أنه المرار كذرك واللي يطالبوا بالحدود حتى اللي هنا نفهموا أننا أمام دولة توسعية ونفهموا أنه الهدرة اللي تقالت تعانو الحسن الثاني عرض تقاسم السحراء مع موريطانيا وتزاير نفهموا أنه كين منها يعني نشوفوا فيها بعيني نظر وهو الدليل أنه تقسمها فعليا مع موريطانيا بعد ما قلت لهم تزايرنا خطيني هذا البوليتيك الامبريالي وبالتالي من حق كمواطن في المملكة المغربية أنك تسقسل حسن الثاني في قبره وتقوله إذا كانت صحراء مغربية كما قلتنا ولا قسمتها مع موريطانيا رسميا في معاهدة للحدود تحمل توقيعك إذا كانت صحراء خطيتنا وعلى وردتنا هذه الورطة اللي رأنا حصلين فيها لأنه ممالها محبوش يرضو بتوجدنا فيها اليومنا هذا حتى اضطر محمد السادس أنه يعترف بيها كدولة رسمية في نفس الجريدة الرسمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته